نحن في موقع يسمى شعب الجرار هذا الشعب له ارتباط وثيق في غزوة أحد وحصلت فيه بعض الأحداث المهمة في هذه الغزوة التي وقعت في السنة الثالثة من الهجرة وهذه الجملة تنقسم إلى قسمين الشعب والجرار فما معنى الشعب وما معنى الجرار وما هي الأحداث التي وقعت في هذا الشعب كل هذا وأكثر سوف نتعرف عليه في هذه الحلقة فكونوا معنا بسم الله توكلنا على الله الجر أصر الجبل وسفحه والجمع جرار وفي حديث عبد الرحمن رأيته جوم أحد عند جر الجبل أي أسفله وسفحه والجر والجرار جمع الجر ومن معانيها الجر التي تكون من الخزف وفي الحديث نهى رسود الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر وأيضا الجرار جمع جر وهي نقرة تكون في الصخور تحتفظ بالماء ويطلق عليها المهاريس وتمتل بالماء إذا نزلت الأمطار أو سارة السيول هذا معنى الجر والجرار أما الشعب فمعناه في اللغة هو الطريق بين الجبلين أو انفراج بين الجبلين والجمع شعاب وهذا المكان الذي نحن فيه الآن يصدق عليه معنى الشعب وهو الطريق بين الجبلين أو انفراج بين الجبلين نشوف هنا هذا الطريق وهذا جبل على يدنا اليمين وهذا جبل من ناحية اليسار وهذا الشعب بينهما وهو شعب الجرار ومن الشواهد الشعرية على معنى الجر قول الصحابي الحداج بن علاط السلم رضي الله عنه وهو يثني على شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة أحد يقول وَشَدَتَ شَدَّةَ بَاسِلٍ فَكَشَفْتَهُمْ بِالجَرِّ إِذْ يَهُونَ أَسْفَلَ أَسْفَلَ الله الله يقول شديت عليهم شدت بطل حتى كشفتهم بالجر أي عند سفح الجبل إذ يهون أسفل أسفل ومن الشواهد الشعرية أن الجر معناه سفح الجبل قول عبد الله بن الزبعراء في معركة أحد وكان وقتها مشركا ثم أسلم فيما بعد رضي الله عنه قال كم ترى بالجر من جمجمة وأكف قد أترت ورجل أترت أي قطعت فيقول كم ترى بالجر أي عند سفح الجبل من جماجم وأكف وأيدي قد قطعت عند سفح الجبل في معركة أحد الكثير يسألني ليش تحمي العصى معك العصى هذه مهمة للباحثين والذي يطلع في البر ويطلع في الجبال ويطلع في هذه الأماكن مهمة يتكي عليها تخفف عليه من تخفف على ضغط الركب ويتكي عليها فتحمي من الانزلاق بعد إذن الله تعالى لأن الكثير يشوف معايا العصى يسألني ليش تشيل معك عصى في التغطيات كما لحظتم لما نزلنا من هذا المنحدر تكينا عليها على العصايا فتفيدك كأنها رجل ثالثة معك ويتكي عليها وأيضا تخفف الضغط على الركب ويعني جميلة جدا تساعدك على المشي في الصحراء وفي الجبال وفي الطلوع وفي النزول ولي فيها مآرب أخرى من الأحداث التي وقعت في هذا الشعب من السيرة العطرة والأيام النظرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر غزوة أحد لما رأى أن الكفة في صالح المشركين انحاز إلى هذا الشعب بمن معه من الصحابة رضي الله عنهم ومن الأحداث التي وقعت في هذا الشعب ما فيه من جرار ومهاريس والتي أخذ منها علي بن أبي طالب رضي الله عنه الماء حتى يغسل الرسول عليه الصلاة والسلام الدماء التي أصابته في غزوة أحد ولكنه لم يفعل لأن الماء كان متغير الريح والطعم واللون أيضا من الأحداث التي وقعت في هذا الشعب شعب الجرار أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في هذا الموضع في مسجد يقال له مسجد الفسح أو مسجد السفح صلى فيه الظهر والعصر صلىهما جمعا بلا قصر وهو جالس بسبب الجراح التي أثخنته وصلى الصحابة خلفه جلوس صلىهما في مسجد الفسح تحت سفح جبل أحد وموضعه معروف ومعلوم سوف نزوره ونلقي عليه نظرة ونغطيه ومن الأحداث التي وقعت في هذا الشعب ما حصل من مناداء بين أبي سفيان والمسلمين لقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الأحداث التي وقعت في هذا الشعب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يصعد على صخرة فلم يستطع فبرك الصحابة الجليل طلح ابن عبيد الله تحته فصعد الرسول عليه الصلاة والسلام على ظهره حتى جلس على الصخرة نحن الآن نمشي في شعب الجرار عند سفح جبل أحد باتجاه المهاريس والتي لها ارتباط وثيق بغزوة أحد نتعرف على هذه المهاريس وهنا مهراس جبل أحد الغربي قال ابن إسحاق فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فم الشعب خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى ملأ درقته بالماء من المهراس من هذا المهراس فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب منه فوجد له ريحا فعافه فلم يشرب منه وغسل عن وجه الدم وصب على رأسه وهو يقول اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد بها للنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الصخرة في شعب المعتصم فجعل يسكب الماء وفاطمة رضي الله عنها تغسل جرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المهراس يرى كثير من الباحثين والمؤرخين هو الذي أخذ منه علي بن أبي طالب رضي الله عنه الماء ليغسل النبي عليه الصلاة والسلام الدماء عن وجهه والجراحة التي أصابته في غزوة أحد وهو يمتلئ بالماء عنده طول الأمطار وقد شاهدته مرارا مليئا بالماء بعده طول الأمطار وفي رواية فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم والحديث أصله في الصحيحين ومن الأحداث التي وقعت في شعب الجرار ما حصل من مناداء بين أبي سفيان وكان وقتها مشركا والمسلمين بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام فأتى أبو سفيان وجعل ينادي أفي القوم محمد أفي القوم محمد أفي القوم محمد سأثم الرات فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه ثم قال في القوم ابن أبي قحافة يقصد أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه ثم قال في القوم ابن الخطاب سأثم الرات يكررها فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه ثم قال أبو سفيان أما هؤلاء فقد قتلوا فلم يتمالك عمر رضي الله عن نفسه فقال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عدت كلهم أحياء وقد بقي لك ما يسوءك ثم قال أبو سفيان كالمتشمت يوم بيوم بدر والحرب سجال ثم قال أعلو هبل أعلو هبل فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا تجيب له قالوا ماذا نقول قال قولوا الله أعلى وأجل ثم قال أبو سفيان إن لنا العزة ولا عزة لكم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا تجيب له قالوا ماذا نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم صعدنا بالسيارة في الطريق المؤدي إلى قمة جبل أحد وهذا الطريق ومن هنا يؤدي بك إلى القمة ولكن توقفنا في هذا المكان في المتصف تقريبا أو أقل وهنا يظهر واضح شعب الجرار شوفوا هذه البيوت وهو الطريق بين جبلين كما وصم فيه اللغة وهذا هو المهراس الشرقي لأن جبل أحد فيه مهراسين شرقي وغربي هذا الشرقي والمهراس الذي أخذ منه علي بن أبي طالب رضي الله عنه والماء يقار له المهراس الغربي ونلاحظ الجبال كيف ما شاء الله هذا جبل أحد وهناك المدينة وهناك جبل عير واضح وقمة جبل أحد قمة جميلة جدا وهنا نقوش تاريخية على جبل أحد تعود إلى القرون الهجرية الأولى وهذا مشروع للاهتمام والاعتنام بهذه النقوش هذا هو مسجد الفسح الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر غزوة أحد الظهر والعصر صلىهما جالسا جمعا من غير قصر بالسبب الجراحة التي أثخنته وصلى الصحابة خلفه جلوس ثم بعد الصلاء دعا دعاء عظيما خاشعا جميلا روى ابن شب في تاريخه والسمهودي في وفاء الوفاء عن رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الصغير الذي بأحد في شعب الجرار على يمينك لازقا بالجبل شوف هذا هو كما في الوصف والآن في طور الترميم والتأهيل في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وهنا معلومات عن هذا المسجد مسجد الفسحة ومسجد أحد بالمدينة المنورة وماشاء الله تبارك الله نسأل الله تعالى أن يزي حكومتنا خير الجزاء على اهتمامها بالمساجد التاريخية المتبطة بسيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام وترميمها وتأهيلها ومن الأحداث التي وقعت في هذا الشعب شعب الجرار أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انحاز إلى هذا الشعب ولحق به المسلمون صعد في أحد شعابه فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لينهض على صخرة فلم يستطع فبرك طلح ابن عبيد الله تحته فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى جلس على الصخرة قال الزبير فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلح أي فعل ما يوجب دخوله الجنة لا يشكر الله من لا يشكر الناس في ختام هذه التاطية أحبا أشكر الباحث الكبير السيد عز الدين المسكي والمؤرخ الكبير الدكتورة نظب الفائدي على ما زودان به من معلومات مهمة حول هذا الشعب فجزاهم الله تعالى عني خير الجزاء وبارك الله تعالى فيهما وفي علمهما كان معنا في هذه التاطية كتاب المعجم الشامل للمدينة المنورة تأليف الشيخ محمد عبدالوهاب العباسي والشيخ جميل أحمد حسين المظاهري وأيضا كتاب بهجة الناظرين في سيرة خير المرسلين عليه الصلاة والسلام تأليف العبد الفقير في ختام هذه التاطية أقول تعلموا تاريخكم تعلموا سيرة نبيكم فإنها مجدكم ومجد آبائكم